قصفت عصابات الأسد بقذايف الهاون المدفعية حرش بينين ومحيطة بلدة البارة والفطيرة بريف إدلب الجنوبي وفي سياق آخر اعتقلت أمس ميليشيات الأسد خمسة أشخاص في مدينة عربين بريف دمشق قتل القيادي مصطفى الرسلاني القيادي في تجمع الشهباء جراء استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في قرية شمارخ بريف حلب الشمالي قال التحالف الدولي في بيان له إن قواته المتواجدة الشرق ديرزور بسوريا تعرضت أمس الأثنين الماضي لهجوم بصاروخين من مصدر مجهول فيما ذكرت مصادر محلية شرق سوريا بأن الصواريخ استهدفت حق للعمر النفطي قال رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا لدى الأمم المتحدة بأن المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة وعصابات الأسد عاشوا فشلا واضحا بعد الزلزال وأوضح أن عرقلة وصول المساعدات لشمال غرب سوريا فاقم هذا الفشل أكدت مصادر غربية أن الهجرة الدنماركية تعتبر كل من اللاذقية وترطوس مدينتين آمنتين لعودة اللاجئين السوريين وكانت الدنمارك قد أعلنت عام 2019 مدينة دمشق وريفها آمنتين للعيش اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي عملية إعادة تأهيل بشار المجرم منهج باهث لن يغير من حقيقة هذا النظام ولن يغير واقع البلاد الذي يعاني انهيارات اقتصادية وسياسية هبطت أسهم بنوغ حول العالم بالرغم من تطمينات الرئيس الأمريكي حيث أفدت وكالة ريترز بأن أسهم البنوغ في آسيا تواصل خسائرها في مستهل جلسة التداول اليوم بفعل انهيار أحد البنوغ الأمريكية اشتركوا في القناة